بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بجوم في قناة تفتير احلام والراجعة الشرعية. اه النهاردة هنتكلم عن رمز يمكن من احلى الرموز اللي احنا ممكن نشوفها في المنام. اه هنتكلم عن رمز طيب جدا ومحمود. اه كمان مفيش حتى ما شافش الرمز ده في المنام بتاعه. اه اولا الرمز ده لما تشوفه اه في المنام. اه من الرموز المبشرة باخبار سعيدة وباخبار اه مفرحة. اه كمان من الرموز اللي بتدل على شفاء لو كان الرأي مريض سواء مريض هدوي او مريض اه روحي. اه كمان من الرموز اللي بتدل على اه سمع طيبة. اه كمان من الرموز اللي بتدل على عمل صالح اه بيقوم بالرأي. كمان لو شفنا الرمز ده في في المنام. فمن الرموز اللي بتدل على ان الرأي محاط اه باصدقاء اه اصدقاء اه طيبين اصدقاء صالحين. اه اه كمان من الرموز اللي بتدل على نجاح الرأي اه في حياته بشكل عام. اه كمان من الرموز اللي بتدل على حصول الرأي على اه فرصة عمل اه جديدة او اه ترقية اه في عمل. اه كمان لو شفنا الرمز ده في المنام هنعرف كمان ان شاء الله اه هنحقق كل اللي احنا بنسعلي او اه بنطمح لي. كمان من الرموز المبشرة جدا بالزواج وكمان اه بالزرية. اه هنعرف مع بعض ايه هو الرمز ده. اه كمان هنعرف مع بعض اه ازاي بيدل على الحالات اللي احنا تكلمنا عنها دي. اه كمان امتى رؤيته شوية بتكون غير محمودة. اه هنعرف برضو اه بشكل سريع. امتى بنشوفه اه بيكون الرمز شوية غير اه محمود. اولا الرمز ده هو رؤية العطر او رؤية البرفن. العطر في المنام او البرفن اه من الرموز لو شافتها فتاعة سباق من الرموز اللي بتدل على سمعة طيبة. كمان لو شافت ان حد بيهديها ببرفن او او عطر او ان هي بتشتري اه عطر. فمن الرموز اللي بتدل على زواجها. اه كمان اه لو شافت انها بتشتري عطر غالي او معروف ان هو غالي فبشارة لها بتزواج من شخص غني. كمان من الرموز اللي بتدل على سعادة. اه كمان من الرموز اللي بتدل على اخلاق طيبة وعفة اه للفتاة. كمان اه الرمز ده او رؤية العطر كمان للمرأة المتزوجة. اه بشارة ليها باستقرار في حياتها الزوجية برزء واسع ليها ولزوجها. اه كمان لو شافت ان زوجها بيشتري اه عطر ليها فدي يعني بتدل على حب. وعلى مواد ده بينها وبين اه زوجها. اه كمان لو شافت ان اه زوجها بهديها ببرفن او بهدر فبشارة ليها اه بزرية. اه كمان من الرموز اللي بتدل على بركة اه في الاولادها. اه بشارة بس رؤية كل الحاجات دي ان يكون البرفن راحته حلوة. ما يكونش راحته خبيسة او راحته اه مش طيبة. اه فده معناه غير محمود. لكن اه لما يكون البرفن راحته اه طيبة. اه من الرموز المحمودة. كمان المرأة الحامل لما تشوف اه برفن في المنام او عطر في المنام. فده سلامة ليها والجننها وكمان زوال همومها ومشاكلها. ولو كانت بتمر بفترة شوية فيها تعب. اه فبشارة وشافت عدري راحته حلوة فبشارة ليها بخلصها من التعب ده. كمان الرجل لما شوف اه ان هو اه يعني بيشوف عدري فمعنى كده ان هو هيحصل على عمل اه جديد لو كان هو بيسعى اه لعمل. كمان بشارة ليه اه بترقية. كمان من الرموز اللي مبشرة بالزواج لو كان هو غير اه متزوج. اه كمان لما شوف ان هو اه بيشتري برفن فده هيحقق هدف معين هيحقق تموح معين هو كان بيسعى لي. اه هيحقق ترقية او مكانة ليه في العمل. كمان لو اه هو بيسعى زي ما قلنا اه لعمل فبشارة ليه بان هو هيحصل على عمل. كمان البرفن اللي راحته اه حلوة كمان من الرموز اللي بتدل على قدوم رزق للرائي. كمان اه من الرموز اللي بتدل على خير وبركة هيحصل عليها الرائي. كمان اه من الرموز اللي بتدل على سمعة طيبة. وحب بين اه رأي وبين الناس المحوظين اه بيه. امتى بتكون رؤية البرفن غير طيبة? لما يكون ريحته اه مش حلوة. ريحته اه وحشة او ريحته قبيحة او ريحته خبيسة. اه كل ده بيدل على خبر للأسف سيء. ممكن دل على اصدقاء سيئين. ممكن دل جمان على زنوب ومعاصي اه بيرتكبها الرائي. اه كمان اه لو شاف الرائي ان البرفن او العطر بتاعه اتدلأ او اه يعني وقع منه. اه فمعنى كده انه هيدخل مشروع جديد ولكن المشروع ده للأسف هيحقق من وراه اه خسارة. اه كمان اه لو شاف اللي هو بيبيه عطر. لو شاف ان هو بيبيه عطر والعطر ده اه يعني مش كويس يعني ريحته وحشة او انه هو اه مخشوش. فمعنى كده انه هو اه يعني لو فيه شخصي مسلا مسافر او شخص قريب منه اه حصل انفصال عنه فيعرف انه هو مش هيرجع يعني. كمان اه العطر كمان اه من الرموز زي ما قلنا اللي بتدل على ترقية وكمان على نجاح وكمان على تحقيق اه هدف او تحقيق طموح الرائي اه بيسعى لي بشكل عام. تا كده باختصار رؤية العطر اعرف ان امتى بيدل على الاخبار سعيدة امتى بيدل على زواجيك امتى بيدل على زرية امتى بيدل على شفاء. اه كمان امتى بيدل على اصدقاء طيبين او عمل صالح للرائي. كمان عرفنا امتى بتكون رؤيته غير محمودة. اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي طاعة. وان شاء الله هرد عليكم. اه بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة